ايه هي كانت مشاكل احنا كنا بنسمع صوت الناس على الفنانين على السوشيال ميديا وإحنا لو بنتكلم على صناعة الدراما بنتكلمش بس على الستارس على الستار الصف الأول أو نجوم الصف الأول أنا هنا بتكلم على الناس اللي حوالين الكاميرات دول يعني هذه صناعة تشغل الألاف وعشرات الألاف ايه كانت المشاكل في الفترة الماضية وتعتقد انها في بدايتها للحل انا انا عايزة اشكر للشركة المتحدة على المؤتمر مؤتمر حاجة عظيمة وحاجة مباشرة وبالذات انا هتكلم في الجزئة اللي تخصني لان انا فاكر مرة من 3-4 سنين او اكتر سألت سؤال قلت اما احب اكلم المسؤول عن ملف في الدراما في مصر اكلم مين هابقيتش فاهم حاجة واختفاء طبعا القطاعات اللي كانت في الحكومة وكده النهاردة انا عندي اسئلة كتير بقى فيها ليها اجوبة كلمنا على عدالة التوزيع كلمنا على عدالة الاجور كلمنا على اهم حاجة وهو تطبيق قانون النقابة لان انا كنت بهادي ما ينفعش بممثل شغال في 5-6 اعمال وغيره بقى له 5-6 شغال ما ينفعش بممثل باخد 20 مليون وغيره ما بيخدش ولا مالين ما ينفعش يبقى التمثيل مهنة مالها مهنة له اي حد بيمس اي حد قريب فلان وده مش عارف ايه احنا كنقابة مش ضد لوجود جديد ومش ضد ان بقى فيه ناس مش خارجين ومش ضد ان بقى فيه ناس مش انها ما بقت العكس يا اللي موجود الفراج النهاردة على المسلسل 90% منه غرباء و10 الشغالين